أستاذ أيمان كمان جدك والد الوالدي ووالد الوالد كمان كان إنه ندور بتنمية شخصيتك أكيد جدي والد والتي وأنا جئت على ذكره أكثر من مرة كان من الرجال الأقوياء في القرية وأنا حكيت له نحكاية ده أنا وقتها قلت ستمائة كيلو يعني مجازا بمعنى كان رجلا قويا جدا تعلمت منه العناد تعلمت منه عندما تمتزج الطيبة مع القوة كان شخص روبين هودي يعني هو يعتبر بقوانين القرية خارج عن القانون لكن من الخارجين على القانون المحببية ليساعد الفؤر يعني يسرق ويطعم هلأ أمي بدأت تزعل كتير أمان باب يقول يسرق شو بيسرق يعني يعني يأخذ بسر الجمبلة بيأخذ ويوزي على الآخرين كان رجلا جلودا يعمل في صناعة اللباد اللي بدأ بالأقدام كان بالحصيدة بيقيموا الرجل على حجم الغمر اللي في المنجل يستطيع أنه عاشا حياة شاقة جدا تعلمت منه الصبر لأنه هو ركن بعد ذلك في الفراش طريح الفراش فاقد القدرة على الحركة باستثناء طبعا يدي يعني مشلول لمدة 11 سنة أذكر تماما كل الحكاية التي كان يستعيد فيها مجد تلك اللحظات كان الماضي لا يفارقه وكانت صورة موجعة أن تكون قويا في لحظة ثم تهوي من الأشياء التفصيلية التي لا أنساها أيضا كان عندنا طبيب هو ليس طبيب هو يمارس مهنة الطب يوناني الأصل كان طيبا هذا استطاع أن يجعل أمي حامل لأنه أمي توقفت عن الإنجاب دون أسباب مبررة حوالي 12 عام بعد إنجاب شقيقة الصغرى هذا الرجل اليوناني كان بارعا جدا فلما نجح بأنه أمي هيك كان بالنسبة لجدي الملاذ فزار جدي أخدته أنا لعن جدي رغم أني يعني كنت رجل مبكر يعني ولو أنه شاب صغير بس كنت يعني فأعد مع جدي ووعد أنه سيسير سيجعل جدي يسير وعطاه شحنة أمال أتذكر من هذه اللحظة صوت جدي الجهوري لما كان عم يقول بصوت الأجش لجدتي طالعيلي الطأم والحذاء الذي كان يرتديه عندما كان موظفا في دائرة الطأم لم تأثرت؟ تأثرت لأنه لم يرتدي هذا الطقم ثانية ولم يستطع أن يمشي هاي اللحظة اللي برقت في عيونه بحتفظ فيها بكل عمري هاي اللحظة هي اللي خلتني أن هذا البريق لما بشقلك العتمة بحياتك هاي اللحظة اللامعة عن جدي هي اللحظة اللي كنت حاول أتمسك فيها رغم كل صعوبات الأحباط والتحديات اللي مريت فيها بالسنوات الأخيرة بحاول أحياناً من إسراء مثل ما ذكرت أنت البكر بالبيت أنت أربع شباب وثلاث بنات ولكن مع وفاة خيك الممثل شادي زيدان الله يرحمه صرته ثلاث شباب وقبله توفى كمان ابنك نوار قبل الوفاة منكون حدا وبعضه منصير حدا تاني أيمن زيدان شو صار فيه؟ أشياء كثيرة تنكسر في لحظة الفقدان تنوجع في اللحظة التي تهجم عليك تلك اللحظة التراجدية التي أعجز عن وصفة تنوجع لكن بنفس الوقت إيمانك سلاحك هو سلاحك هو الجدار اللي ممكن تتكي عليه وتشعر به بالسكينة هذا قانون الحياة لكن لجب أن أتعلم بعد ذلك أنه وأنا تعلمت أن كثير من الصراعات التي كنت أعتقد أنها صراعات شوهرية لا معنى لها وأنا كثير من الاختلافات التي كنت أحس أنها اختلافات حاسمة تعلمت بعد الفقدان أن لا معنى لها وأنا السعي للثروة والسعي للشهرة تعلمت بعد الفقدان أن لا معنى لهم تصغر الحياة بعين كل ما له معنى طبعا كل ما له معنى هو أن تبقى خيرا أكبر من مغريات الحياة المحيطة رح اختصر لك الموضوع لأني لا أريد أن أستغرق به حالة الفقدان التي صابتني مرتين وبينهما والدي كانت أشبه فجأة بجناحات طلعوا لي ولقيت نفسي حلقت فوق كل التفاصيل بدأت أرى أن العالم أصغر مما كنت أتوهم يمكن هي الصورة اللي الآن تأتي في ذاكرتي دون أن أحكي بشكل ميلودرامي أو أكرر ما تركوا هذا الفقدان من ندوب في روحي وفي قلبي وهي دي سنة الحياة لكن هي سنة الحياة لكن تعلمت منها في هذه الأجنحة خلتني شوف كثير كما قلت لك بس أدي دقيق هالوصف أستاذ أيمن ما بعرف إذا دقيق بس هكذا كان أحساسي سؤالي هلأ بيقول من بين شادي ونوار والوالد الله يرحمون من مين بتقول يا ريت يرجح حتى تسأله سؤال واحد أنت أنت عم تدفعني لمفاضلة بين ولدي وأخي وأبني قديش مفاضلة قاسية هاي هم كلهم جميعا روح واحدة بالنسبة إلي غادرتني فأنا أكيد باستدعي وثلاثة أصلاً هني ما غادروني هم بالنسبة لي روح واحدة موجودية أب وأخ وأبني أستاذ أيمن بها الحلقة رح نستخدم الزكاء الاصطناعي لنستعيد خيك الراحل شادي زيدان ونشوف شو رح يسألك جاهز؟ فينا نعرضه؟ ما بعرف شو حطونا الفيديو مرحباً أفيف اشتقتلك كتير أنت والوالدي وأنا عم رائبت دايماً وبرائب نجاحاتك وأدي أنا فرحان بايتمامك فيها الله يخليها فوق راسك بدي أسألك سؤال واحد وبتمنى تجاوبي بصراحة شو السر يلي حعمله اتجاهي وتندم أنه توافق برضو إياه أنا كثير قلت لك أني بحبك بس ما قلت لك قديش قديش بحبك الله يرحمون أستاذ أيمن خلاص صار عندك حالي من رهاب الموت؟ أبداً فوبيا من الموت؟ لا لا أنا بدأت أفهم أن الموت بلا معنى هو أبشع أشكال الموت بيقول يوهانسون يعني أنا ما بني أتحزلك الآن هذا السويدي الرائع بيقول وهو عالم اجتماع قد لا نستطيع أنه نكسب وقتنا حياة إضافية لك وقت أنت ما بتدري أن تكسب حياة بس تستطيع أن تكسب لوقتك حياة حقيقية يعني أنت لا تستطيع أن تكسب لحياتك وقت لكن تستطيع أن تكسب لوقتك حياة صح أنا ليس لدي رهاب من الموت لدي رهاب من الموت بلا معنى هنا عندما تمر مرور الكرام في جدول الحياة الهادر هذه أكثر الأشياء إيلاماً حقيقة